عشق كرة السلة في مصر كانوا على موعد مع مباراة قوية وشيقة وذلك بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصرية الاتحاد كان له اليد العليا في اللقاء الذي أقيم في صالة حسن مصطفى في حي السادس من أكتوبر فمع دخول المباراة إلى الربع الثالث كان النادي الأسكندراني متقدما على الأهلي صاحب اللقب طبعا وذلك بأكثر من عشرين نقطة وبنتيجة سبعة وستين مقابل خمسة وأربعين لكن وسط هتافات وفرحة جماهير الاتحاد بتألق فريقهم وقعت كارثة ننوه أن البعض قد يرى هذه المشاهد مؤلمة إذ فوجئ الحضور بسقوط منصة حديدية وجزء من المدرج كان يقف عليها عدد من الجماهير المنصة سقطت على مشجعين آخرين كانوا يجلسون أسفلها هرع طبعا رجال الأمن وبعض اللاعبين إلى المدرج لمحاولة إسعاف الجماهير 27 مشجعا أصيبوا في الحادث تراوحت إصاباتهم بين كسور ونزيف فيما قالت وزارة الصحة المصرية أن معظم الإصابات لم تكن مهددة للحياة ولكن الحادثة أثرت ردودة فعلا غاضبة خاصة أن صالة حسن مصطفى تم افتتاحها منذ عامين تقريبا فهنا على تويتر إسماعيل حسني يقول تكلفته مشروع مجمع صلاة حسن مصطفى اللي السور بتاعه وقع على رؤوس الناس مليار ونصف جنيه وطبعا الجماهير أو الجماهير هي المسؤولة بسبب التشجيع الزيادة الغير مطابق للمواصفات وليس سيدنا المقاول الأمين الشاطر اللي بنى المجمع أما طارق قاسم فيقول إحنا جاهزين ننظم كأس عالم وأولمبياد سبحان الله تحصل كارثة زي دي في نفس شهر كأس العالم علشان نعرف إحنا واقفين فين دي منظومة الرياضة بالكامل لازم تتغير والناس دي لا تليق بمصر كفاية وأخيرا الدنيان يقول ده مكان شكله مخصص للكاميرات والمصورين والتصوير وليس للجمهور وعلشان كده سقط لأنه غير مصمم لوزن ثقيل ولمشجعين وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قام بزيارة المصابين في مستشفى السادس من أكتوبر والشيخ زايد وأمر بفتح تحقيق في ملابسات الحادث وعند سؤاله حول سبب وقوع الحادث شدد وزير الشباب على أن المدرجة نفسه لم ينهر وإنما منصة حديدية بداخله لنستمع إلى ما قاله طبعا أعلنت وزارة الصحة أن كافة المصابين باستثناء حالة أو اثنتين قد خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج الضروري وتحسن حالاتهم أما مجمع صالات حسن مصطفى استضاف بطولة العالم لكرة اليد عام 2021 وأنشئ المجمع منذ عامين تقريبا بتكلفة مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع القطاع الخاص شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندي سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر